اهلا وسلام بكم والسلسلة اللي كل الناس طلبتها مني سلسلة شرح كراءة رسم القلب الاس جي وبناء ان على طلباتكم اللي عمري متاخر عليها ابدا قررت اعمل السلسلة باذن الله مش هتخرج بقى من السلسلة ديت الا وانت بتكرق رسم القلب صح اعرفك في السلسلة ديت تفاصيل التفاصيل وكل حاجة مخوافك هبسطهاك هتعرف ازاي القلب بيدخ الدم ازاي القلب بيطلع الكهربا اساسيات كراءة رسم القلب هتعرف كل حالات ارزمية واللي معناها الحالات اللي حصل فيها خلل في ضربات القلب زي مثلا الاف البي اي سي البي في سي الاس في تي البي تاك الاي في ار الاس اس اس وحالات كتير قوي من زمان عايز تفهمها عايزك بقى تسمع الحلقة كلها من اولها لاخرها حتى لو عارف المعلومة اعمل كايننا بنرجحها سوا وان شاء الله الحلقة ديت هتكون الجزء الاول من السلسلة علشان الاجزاء الجاية هتبقى مبنية على الجزء الاول هتولع الدنيا دي على الفيسبوك والله الله يخليك اول حاجة هنبدأ بيها كاردياك سايكل ازاي القلب بيدخ الدم هفجرك بمعلومة اخدتها من زمان اوي الفرق ما بين الشرايين والاوردة والشعارات الدموية اول حاجة ارتيريس الشرايين بتاخد الدم من القلب وتوديه لكل اجزاء جسمك مش بتقدر تشوفها لكن بتحس بيها عشان بيصدر منها نض وعشان كده بنقيس منها ضغط الدم تاني حاجة هي الفينس الاوردة بتاخد الدم من كل اجزاء جسمك وتوديه لقلب على طول بتقدر تشوفها لكن مش بيصدر منها نض تالت حاجة كابيلاريس الشعارات الدموية دي اوعية دموية صغيرة جدا بتقدر تشوفها جدارها دقيق قوي بتتكون من طبقة واحدة عشان بتسمح للمواد الغذائية الصغيرة والاكسوجين الناتج منها يغز الخلايا فيه كم فرق بين الوريد والشريان مهم جدا تعرفهم الفين اللي هو الوريد بيبعت الدم المحمل بيسان اكسيد الكربون للقلب معادة بالموناري فيمس الاوريدة الرئوية بتبقى محملة بالاكسوجين الأورتري الشريان بيأخذ الدم المحمل بالاكسوجين من القلب ويودي لكل أجزاء الجسم معادة بالموناري أورتري الشريان الرئوي محمل بيسان اكسيد الكربون لازم تعرف كمان الاناتومي اوف زهرت تشريح القلب تعالى وضح لك البيانات على القلب عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامك أول حاجة سيبيريور فينا كافا الوريد الأجواف العلوي وده موجود فوق تاني حاجة انفيريور فينا كافا الوريد الأجواف السفلي وده بقى بيبقى موجود تحت تالت حاجة راية أتريام الأزين الأيمن رابع حاجة راية فينتريكل البطين الأيمن خمسة ترايكاسبيد فالف صمام سلاس الشرفات ستة ليفت أتريام الأزين الأيصر سبعة ليفت فينتريكل البطين الأيصر تمانية مترال فالف الصمام المترالي تسعة بالموناري أرتري الشريان الرئوي عشرة بالموناري فينس الأوريدة الرئوية وعددهم اتنين حداشر والأخيرة أورطة الشريان الأورطة والله هجاوبك على سؤالك بس اهدى كده شوية عشان تفعي يهدى عشان بعد الكالكاة بتجي الشاخلعة ازاي القلب بيدخ الدم القلب فيه أربع غرف أول حاجة رية أتريام الأزين الأيمن تاني حاجة رية فينتريكل البطين الأيمن تالت حاجة ليفت أتريام الأزين الأيصر رابع حاجة ليفت فينتريكل البطين الأيصر القلب بيدخل الدم المحمل بالأكسجين في كل أجزاء الجسم بعد كده الدم ده بيرجع للقلب عن طريق فتحتين الفتحة اللي فوق بنسميها سيبيريور فينا كافا الوريد الأجواف العلوي الفتحة اللي تحت بنسميها انفيريور فينا كافا الوريد الأجواف السفلي بعد كده بيتجمعه في الريد أتريام الأزين الأيمن بعد كده الدم هيعدي من ترايكاسبيد فالف صمام سلاس الشرفات عشان ينزل المين للريد فنتريكل البطين الأيمن الله عليك بعد كده الدم هيطلع من الريد فنتريكل البطين الأيمن وهيمشي المين للبلمونري فالف الصمام الرئوي عشان يمشي للبلمونري أرتري الشريان الرئوي وبعد كده الدم يروح للرئة ولينا وقفة هنا في الرئة بتتم عملية تبادل الغازات فبيبدأ الدم يسيب سانوكسيد الكربول وياخد معاه الأكسجين بعد كده الدم هيطلع من البالمونري فينس الأوريد الرئوية ويروح للليفت أتريام الأزين الأيصر بعد كده الدم هيعدي من الميترال فالف الصمام الميترالي أو صمام سناء الشرفات عشان يمشي للليفت فينتريكل البطين الأيصر بعد كده الدم هيعدي من الأورتك فالب صمام الأورطة عشان يتجمع في الأورطة أرتري الشريان الأورطة وفي النهاية القلب هياخد الدم من الشريان الأورطة ويدخل كل أجزاء الجسم التعب والحلوة دي أكسب بالله فيه حاجتين مهم مين أوي؟ ودي لو أنت مركز هتكتشفهم أول حاجة أن كل الأوردة فيها دم محمل بساني أكسيديك كربون ما عدا بالموناري فينز الأوردة الرئوية محملة بالأكسجين تاني حاجة كل الشرايين فيها دم محمل بالأكسجين ما عدا بالموناري أرتري الشريان الرئوي محمل بساني أكسيديك كربون لو زاكي بقى أنت هتطعف الإجابة بس برضو هغششك الإجابة عشان بياخد الدم من القلب وبيودي للرئة وهناك بتتم عملية تبادل الغازات بعد كده بيرجع الدم من الرئة للقلب وهو محمل بالأكسجين عشان يتوزع تاني لكل أجزاء الجسم معلش بقى لو دوشتك بالمقدمة شويتين ثلاثة بس كلازي انت بعرفهم نخش بقى في موضوع الحلقة وهو الإس جي ودي هنقسمها الثلاثة حاجات الإس جي إنترو دكشن مقدمة عن رسم القلب كوندكتف سيستم أوف زهارت إزاي القلب بيشتغل بالكهرباء البيزيكس أوف إيس جي أساسيات قراءة رسم القلب هنبدأ أول حاجة وهي الإس جي إنترو دكشن مقدمة عن رسم القلب الإس جي اختصار إلكترو كارديو جرام أو إلكترو كارديو جراف الكلمة دي تلات مقاطع واضحة جدا أول حاجة إلكترو معناها كهرباء تاني حاجة كارديو يعني قلب تالت حاجة جرام أو جراف معناها رسم أو تصوير الخلاصة يعني رسم أو تصوير كهرباء القلب جسم الإنسان كله بيشتغل بالكهرباء زي القلب والمخ والعين إلخ إلخ ندخل بعد كده في النقطة التانية إيس جي ماشين جهاز رسم القلب معناه إيه؟ معناه يعني بيسجل الكهرباء اللي بتخصل في القلب أثناء الكارديوكسيكل دورة القلب القلب بتاعنا في نوعين من الأكشن أول حاجة ميكانيكل فورس ميكانيكل بتساوي كونتراكشن يعني انكباض بيحصل بعديه ريلاكسيشن يعني استرخاء تاني حاجة إلكتريكل فورس إلكتريكل بتساوي ديبولاريزيشن يعني انكباض بيحصل بعديه ريبولاريزيشن يعني استرخاء وبما إن كلامنا كله بلغة الكهرباء فهنبدل كلمة كونتراكشن بكلمة ديبولاريزيشن وهنبدل كلمة ريلاكسيشن بكلمة ريبولاريزيشن تعالى أوضح لك الكلام ده في المثال الجاي بلغة الإس جي ماينفعش أقول أتريال كونتراكشن انكباض القزينيه إنما أقولها أتريال ديبولاريزيشن قد تقول ليه أو الله يزي ما أقول لك كده كمان ماينفعش أقول فينتريكيولار ريلاكسيشن في السرخاء البطانيين إنما أقولها فينتريكيولار ريبولاريزيشن عشان يكون كلامنا كله طبعا في الكهرباء تاني حاجة Conductive System of Zard إزاي القلب بيشتغل بالكهرباء لازم الأول تعرف النورمال ويفز الموجودة الطبعية لرسم القلب وخليني أعرفك عليها دي اسمها B-Wave ودي اسمها R-Wave ودي اسمها T-Wave تعالى بقى نتكلم في باقي تفاصيل ال-Waves ودي اسمها B-R Segment دي اسمها B-R Interval ودي اسمها QRS Complex ودي اسمها ST Segment ودي اسمها QT Interval تعالى أشرح لك وفهمك كل ويف بتحصل إزاي الكهرباء بتطلع من بسميكر أوفزهارت منظم ضربات القلب اللي هو منطقة ال-S-E-Node ودي اختصار Cyno-Atreal Node العقدة الجيب أوزينية بعد كده بتنتشر الكهرباء في ال-Rate Atrium الأوزين الأيمن وكمان هتمشي لل-Lift Atrium الأوزين الأيصر عن طريق Buckman's Bundles فيحصل Atrial Contraction انكباض الأوزيني ولكن بلغة الكهرباء هيبقى يسمها Atrial Depolarization واللي بتظهر في الرسمة على شكل B-Wave بعد كده بيحصل Atrial Relaxation استرخاء الوزيني ولكن بلغة الكهرباء هيبقى يسمها Atrial Repolarization ولكن مشكلتها انها مش بتظهر في الرسمة ليه بقى؟ لانها بتبقى مستخبية في ال-QRS S-Complex بعد كده الكهرباء بتروح لل-AV Node ودي اختصار Atrio Ventricular Node العقدة الأوزينية البطينية فيحصل فيها شوية تأخير ويتكون عندي PR Interval ال-AV Node محطة مهمة جدا هكلمك عنها في الهامش عشان تقدر تستعب اللي جاي ال-AV Node بنسميها Point Of Physiological Delay يعني موصلاتية معطلاتية ليه؟ مش المفروض ان كل حاجة تحصل فيه في ال-Atreum اللي هو الأوزين بتنزل تحت لل-Ventricular البطين بمعنى ان ال-Atreum اللي هو الأوزين بيضرب 300 والعيان عنده Atrial Fibration لو كل ال-300 دول نزلوا لل-Ventricular اللي هو البطين هيحصل Fibration لمين الفنتري اللي هو البطين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل l-Ave Node يخفف العدد شوية بيدرب 300 في ال-Atreum وينزل لـ 120 في الفنتري أو على حسب العيان نرجع تاني الموضوع بعد ما الكهرباء راحت لل-Ave Node هتتنقل لل-Bundle Office وفي منها Right Bundle Office وال-Lift Bundle Office هتروح الأول لل-Ride Bundle Office اللي يمين كلها وصلة واحدة إنما Lift Bundle Office بتتقسم لحكتين Lift Anterior Facical وLeft Posterior Facical وتنتشر الكهرباء إلى باركنجي Fibers وتنتشر في جدار البطين فيحصل Ventricular Contraction إنكبوات البطينين ولكن بلغة الكهرباء زي ما شرحت لك هيبقى اسمها Ventricular Depolarization اللي بيتمثلها عندي QRS Complex بعد كده بيحصل فترة مفيش فيها أي Electrical Activity نشاط كهربائي بيسموها ISO Electric Period اللي بيتمثلها عندي ST segment بعدها على طول بيحصل لي Ventricular Relaxation بيسترخاء البطينين ولكن بلغة الكهرباء هيبقى اسمها Ventricular Repolarization واللي بيتمثلها عندي T-Wave حس كتفتي مني طب خدي الزيتون دي وعتدعيلي هقولك كل Wave اتكونت نتيجة ايه اول حاجة ال B-Wave اتكونت نتيجة انه حصل Atrial Contraction انقباض الاوزينين ولكن بلغة الكاربة Atrial Depolarization تاني حاجة PR Interval اتكونت نتيجة انه حصل Delay Of Evie يعني تأخير شوية من Evie Q-R-S Complex اتكونت نتيجة انه حصل Ventricular Contraction انقباض البطاينين ولكن بلغة الكهرباء هيبقى اسمها Ventricular Depolarization رابع حاجة ST Segment اتكونت نتيجة انه حصل Iso-Electric Period الفترة اللي مفيش فيها اي نشاط كهربي T-Wave اتكونت نتيجة انه حصل Ventricular Relaxation السرخاء البطاينين ولكن بلغة الكهرباء هيبقى اسمها Ventricular Repolarization اخر ويفز معانا وما تكلمتش عنها وهي اليو ويفز ودي اتكونت نتيجة انه حصل Hypokalemia مشهورة في حالات نقص البوتاسيوم هبقى نتكلم عنها ان شاء الله في الاجزاء اللي جاية الكهرباء لها صفتين القوة والاتجاه جهاز الاسي جي بيقيس الكهرباء قوة واتجاه في معلومة مهمة قوية تبع عرفها وهي Standardization مرق معايير رسم القلب ايوة هي دي بتبقى موجودة في الاول وبعض الاجزة بتبقى موجودة في الاخر ايا كان هي موجودة فين اللي همني ان انا عرف ان هي طبيعية ولا لا الطبيعي انها تكون مربعين كبار لو العيان مثلا تخين فال QRS بتبقى صغيرة فبدل ما خليها مربعين لا انا اخليها ثلاثة وبالتالي اكبر QRS عشان اشوفها كويس لكن ابقى عارف ان اكبر Standardization Mark لو العيان مثلا عنده تضخم في عضرة القلب فال QRS كومبيليكس بتبقى كبيرة فانا مش شايف نهيتها فين فبدل ما خليها مربعين اخليها مربع واحد وبالتالي اصغر QRS كومبيليكس عشان اشوفها كويس لكن ابقى عارف ان مصغر Standardization Mark فيه حاجة برضو مهم عون لازم سرعة الجهاز تبقى 25 ملي متر ودي هتلاقيها تحت في ورقة رسم القلب زي ما انت شايف Normal waves الموجات الطبيعية هتكلم هنا عن طولهم وعرضهم للطبيعين ونبدأ بالB wave طولها او ارتفاحها اقل من 2.5 مربع صغير عرضها اقل من 2.5 مربع صغير الBR interval عرضها من 3 ال5 مربع صغير من بداية الB wave لحد بداية الQRS complex الQRS complex طولها او ارتفاحها من 1 لحد 5 مربع كبيرة عرضها اقل من 3 مربع صغيرة الT wave ارتفاحها لا يزيد عن 2 مربع كبير عرضها اقل من 6 6 مربعات صغيرة ندخل بعد كده على 3 حاجة البيزيكس of sg اساسيات كراءة رسم القلب لما تجي تمسك ورقة رسم القلب وتبص رأسيا ده بيمثل عندي amplitude شدة الكهرباء ولما تبص افقيا ده بيمثل عندي duration او الطين يعني المدة او الزمن الورقة بقى متقسمة مربعات كبيرة جواها مربعات صغيرة المربع الكبير جواه 5 خمسة مربع صغير يعني خمسة بالطول وخمسة بالعرض مش مصدقني طب تعال نعدهم مع بعض اول حاجة الطول قدي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تعال نشوف العرض قدي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام كده اقتنعت تعال اعرفك الفرق ما بين المربع الكبير والمربع الصغير في الزمن والقوة الكهربية ونبدأ اول حاجة شدة الكهرباء المربع الصغير قوة الكهربية واحد من عشرة ملي بولت وبالتالي المربع الكبير قوة الكهربية تضرب واحد من عشرة في خمسة هيدينا نص ملي بولت خلصنا شدة الكهرباء وندخل على ديوريشن او الطيم المدة او الزمن المربع الصغير زمنه 4 من 100 ثانية وبالتالي المربع الكبير زمنه كام اضرب بقى 4 من 100 في خمسة في خمسة هيدينا 2 من 10 ثانية استنتج من كده الثانية فيها خمس مربع كبيرة شغل بقى مخك معا كده عشان فيه سؤال حلو قوي يبقى الدقيقة فيها كام مربع كبير ركز هجبها بص يا سيد 5 في 60 الخمسة عدد المربع الكبيرة في الثانية والستين عدد السواني في الدقيقة هيطلع الناتق كام 300 مربع كبير في الدقيقة السؤال الثاني طب الدقيقة فيها كم مربع صغير ايوة صح كده 25 تضرب هم في 60 25 عدد المربع الصغيرة في الثانية والستين عدد السواني في الدقيقة هيطلع الناتق كام 1500 مربع صغير في الدقيقة والله الرجل ده بتكلم كلام زي الواقع الواقع الاس جي في 12 ليدز متجمعين كلهم في الصرة اللي قدامك تعال بقى نوضح الحاجات اللي عليها ده اسمه ليد واحد وده اسمه ليد اثنين ده اسمه ليد تلاتة ده الافر وده الافل وده الافف تعال بنخش على بواحد باتنين باتلاتة 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 في الآخر هتلاقي 12 اراية تعال عرفك تقسيمته تقسيمتك اللي بتسأل على خط الاس جي اللي في الآخر ده ايه بوس اسمه ليد تو لونج ستريب وده معناه انه جاء على ليد معين وعادة بيكون ليد اتنين وساعة الافف ومسجل به عدد كبير من الضربات هتعرف لازمته ايه بس قدام تعال بقى اعرفك على التأسيم الصورة اللي قدامك ديض 12 اراية اول مجموعة معنا وهي بايبولر الكتروز الكتروزات صنعية الكتب وبتحتوي على ليد واحد ليد اتنين ليد تلاتة تاني مجموعة عندي وهي يوني بايبولر الكتروز الكتروزات احادية القد هنلاقي منهم lvr lvl lvf وهنلاقي منهم lv1 lv2 lv3 lv4 lv5 lv6 هنبدأ من مجموعة lvr lvl lvf اللي اسمهم يوني بايبولر الكتروز الكتروزات احادية القد طبعا فاكر اختصار ll lla ra rl من حلقة ازاي تعمل رسم قلب لو مش فاكرهم رجع للحلقة وتعالي الناس اللي فاكرها بقى عايزين نتفق على حاجة lrl اللي على الرجل اليمين واللي مميز باللون الاسود ده طرف ارضي عشان نشيله من حسابتنا خالص التلات اطراف التانين مكهومش كهربا لكن بيتم تزويدهم بالجهد او الكهربا من الجهاز يعني جهاز رسم القلب هو اللي بيديهم جهد او كهربا عشان كده بنساميهم augmented voltage يعني جهد مزود فبيظهروا عندي على الجهاز بشكل ده avr avl avf av اختصار augmented voltage يعني جهد مزود تعالى بقى عرفك بالاختصارات التانية معناه ايه avr augmented voltage right arm يعني جهد مزود على الدراع اليمين avl اختصار augmented voltage left arm يعني جهد مزود على الدراع الشمال avf اختصار augmented voltage left foot يعني جهد مزود على الرجل الشمال نيجي بقى للمجموعة التانية وهي lead 1 lead 2 lead 3 اسمهم bipolar electrodes electrodes صنعية الكب ليه لان الكراءة بتبقى محصلة فرق الجهد بين طرفين عشان جده بيسموهم الكتروديات صنعية الكب يعني مثلا lead 1 بيبقى فرق الجهد بين l a و r a lead 2 بيبقى فرق الجهد بين l l و r a lead 3 بيبقى فرق الجهد بين l l و l a كده تمام المعلومة كده وصلت لك هبديك بقى ملحوظة بخصوص l v 1 و l v 2 و l v 3 و l v 4 و l v 5 و l v 6 بص كده على صورة القلب اللي قدامك دي ده يا سيدي ال right ventricle البطين الايمن و ده left ventricle البطين الايصر و اللي في النص ده بقى اللي في النص ده يا سيدي اسمها inter ventricular septum حاجز بين البطينين لو مش واضحها قدامك بص على الصورة دي اللي متعلم عليها باللون الاخضر المعلومة اللي عايزك تعرفها v 1 و v 2 بيصوروا right ventricle البطين الايمن و l v 3 و l v 4 بيصوروا l inter ventricular septum الحاجز الموجود بين البطينين و l v 5 و l v 6 بيصوروا lift ventricle البطين الايصر ايوه معلش برضو ده يفيدني بايه هيفيدك لو حصل مشكلة زي مثلا اسكيميا معناها ان الدم مش كافي عشان يوصل لاجزاء الجسم وخصوصا عضلات القلب المشكلة ديه حصلت في منطقة الرات ventricle فيحصل ايه هتبانى على طول في v 1 و v 2 ولو فرضنا انها حصلت في left ventricle هتبانى فين هتبانى على طول في v 5 و v 6 اهم حاجة تعرف هتبان فين عشان ما تدخش عليها كتير يا عم احنا لاز حميز انا راجل حمار والبير راجل جحش وستهانب الهيه با ما براش كان ليقولا الكلام بتاعنا كلام السهل السلف الخلاص اللي 12 ليدز بيتحطوا حوالين القلب وبهدف واحد اننا نصور القلب كل الليدز اللي انت شايفها دي يد بتضرب ضربتين او ثلاثة طب الضربة دي عاملة ازاي الضربة الواحدة بتبقى بي ويف زائد كيو ار اس كومبليكس زائد تي ويف لما تمسك ورات الاس جي هنترجمها بنفس الترتب ده اول حاجة الريزو تاني حاجة الهرطريب تلات حاجة البولتيج رابح حاجة بوسيجن افزهر خمس حاجة اكسز سجس حاجة بي ويف سبعة بي ار انتيرفل تمانية كيو ار اس كومبليكس تسعة استي سجمن عشرة تي ويف حداشر كيو تي انتيرفل اتناشر والاخيرة يو ويف هنبدأ باول حاجة وهو الهارتريز الريزم معناه هل ضربات القلب ماشية بصورة ريجولر منتظمة ولا بصورة الريجولر غير منتظمة الطبيعي انها تكون ايه ريجولر بصورة منتظمة سؤالك دلوقتي ايه اللي محتاجه عشان احسب الرزم محتاج يا سيد انك تبص على ليتو لونج ستريب ايوا هو ده طب خليه بقى مش موجود اعمل ايه لو مش موجود شوف ايه بس يكون عليه اكتر من 3 ضربات عشان نقدر نحكم على الرزم صح ازاي احسب الرزم تعالى بقى وضح لك الكلام دي ده على الرسم اللي قدامك هتقسم مسافة بين اتنين R-Wave جنب بعض دي يا سيدي R-Wave ودي برضو R-Wave فلما اقول لك اسم مسافة بينهم يعني هتقسم عدد المربعات وعشان اقدر احكم على الرزم لازم اشوف اكتر من 3 ضربات زي ما قلتلك انا عمل اقرر في الحاجة مرة واثنين علشان تبقى طالة من الحلقة فاهم وحافظ عصام لو لقيت المسافة متساوية يبقى دا ريجولر ريزم يعني ضربات القلب ماشية بصورة منتظمة لو مش متساوية يبقى دا ايه الريجولر ريزم يعني ضربات القلب ماشية بصورة غير منتظمة مش محتاج حاجة يعني مهما كانش احمد يبقى الحاج احمد وعشان تفهم اكتر الكلام اللي انا بقوله هديك مثال على الكلام ده المثل الاول بص على صورة دي وركز فيها اول تعالى نقيس المسافات بين الار ويف جنب بعض المسافة بين اول وتاني كده اول مربع كبير تاني مربع كبير تالت مربع كبير بس اخد بالك بقى في مربع صغير على الشمال وعلى اليمين يبقى المسافة بين اول وتاني بتساوي تلات مربعات كبار ومربعين صغيرين نخش على المسافة بين الويفي التانية والويفي التالتة كده اول مربع كبير ده تاني مربع كبير ده تالت مربع كبير بس اخد بالك بقى في مربعين صغيرين على الشمال يبقى المسافة بين التانية والتالتة تلات مربعات كبار ومربعين صغيرين نخش على الويفي التالتة والربع كده اول مربع كبير وده تاني مربع كبير وده تالت مربع كبير خبالك وعلى اليمين مربعين صغيرين يبقى المسافة بين التالتة والربعة بتساوي تلات مربعات كبار ومربعين صغيرين ونفس الكلام بقى في الويفز الرابعة والخمسة وهكذا اذا المسافة متساوية بين الويفز وبعضها وبالتالي بقول على الرزب ان هو ريجولر رزب يعني ضربات القلب ماشية بصورة منتظمة عايز مثال تاني؟ ماشي والله يا ما انا حرمك من حاجة المثال التاني بص كده وملا هناك كده من الرسمة من نظرتك لها كده هتعرف انها على طول ريجولر رزب يعني ضربات القلب ماشية بصورة منتظمة عشان المسافات بين الويفز وبعضها متساوية زي ما قلتلك الطبيعي ان الاس جي بتاعك يبقى ريجولر يعني منتظم سؤالك دلوقت طيب لو إيريجولر يعني غير منتظم بص يا سيدي هتلاقيه في حالتين اتنين الحالة الاولى أتريال فبريليشن والحالة التانية بريماتيور كونتراكشن تعال اشرح لك وافهمك كل حاجة بس اللي انا عايزه منك تركتز معي بقى شوية هو لسه مخك موجود؟ اول حاجة أتريال فبريليشن معانها ايه؟ عشان تفهم معانها ايه هوريك صورة القلب بشكله طبيعي وهورهولك وهو في حالة الأتريال فبريليشن فركز بقى معاه اولا النورمال اس جي الصورة بتوضح الاس اي نود هي الوحيدة اللي بتطلع الكهرباء وبعد كده بتمشي في مسارها الطبيعي زي ما شرحت لك في الاول فتظهر ورقة الاس جي بالشكل الطبيعي زي اللي انت شايفه ده بص بقى علىها كويس وما اللي لانك منها عشان هتقارنها بصورة تانية نخش على الاتريال فبريليشن بص على الصورة دي شوية وركز في الاختلاف بينهم اكيد اخدت بالك ان فيه كذا مكان موجود في الاتريال اللي هو القزين كلهم بيطلعوا كهرباء ايوه صح ودي هتلاحظها في ورقة الاس جي ان ما فيش ولا واحدة منهم بيويف كاملة زي كده بس هتلاقي رعشة اسمها فيبرلاتوري ويفز ايوه هي دي انت كده فهمت نص الصورة اكمل لك النص التان هتلاقي الاتريال اللي هو القزين بيدرب ممكن ميتام مرة بعد كده هيتجمعوا في منطقة الايفي نود فيحصل ايه منطقة الايفي نود هتأخر كل ده ويتعد واحدة بس عشوائية لمين للفينتريكا اللي هو البوتين ودي هتلاحظها في ورقة الاس جي ان المسافات بين الويفز وبعضها مش متساوية اكيد عرفت احنا بنعرفها ازاي الحالة دي خليني اعامي برضو جدع معاك لحد الاخر واعدها لك تاني بس بالملخص بتاع عيالة بيعامي الناس صورة الاي س جي الطبيعية معروفة واشهر من نر على العالم وعارف كل تفاصيلها زي ما شرحت لك في اول الحلقة نخش بقى على الاتريال في بريليشن هتلاحظ حاجتين رقم واحد ان المسافات بين الويز وبعضها هتلاقيها كلها مش متساوية تاني حاجة مش هتلاقي البي ويف وهتلاقي بدلها ايه بقى في بريلياتوري ويفز اللي بنسميها الرعشة زي اللي انت شايفها دي عرفت الفرق كده بص على الصورة دي يد وقل لي تشخيصها ايه بنظرتك لها كده هتبقى ايه اسيبك شوية واخد بالك ان المسافة بين اول وتاني ويف مش زي المسافة بين الويف التانية والتالتة مش زي التالتة والربعة وهكذا يعني كده المسافات كلها مش متساوية وكمان هتلاحظ ان مفيش بي ويف بس هتلاقي بدلها في بريلياتوري ويفز تبقى الحالة اتريال في بريليشن تاني حاجة بريماتيور كونتركشن من اسمها هي ويف حصلت قبل ما عدا هو سببه ان في مكان في الاتريا اللي هو الاوزين او الفنتريكل البطين طلعت قهربة بدري وحصلت ويف قبل ما عدا في منها نوعين بريماتيور اتريال كونتركشن و بريماتيور كونتركشن وتعالى بقى نمسك رقم واحد بريماتيور اتريال كونتركشن بنختصرها في البي اي سي ازاي عرفها هتلاقي المسافات بين الويفز وبعضها ماشية طبيعية و متساوية لكن جات ويف قبل ما عدا بوزة الرزم بتاعك تعمل ايه؟ تحط عينك على الويف دي لو لقيت الكيو ار اس كومبكس دايقة يبقى دي على طول بريماتيور اتريال كونتركشن خل جاي اقرب ما تخافش بص على الصورة دي وباللي انت لقيت فيها ايه؟ سيبك برحتك اهو هقولك عالف الصورة وانت خليك محتفظ باجابتك ولو جاوبت صح يبقى انت اجمد من الجمدان يا مان اشتر في الصورة هتلاقي المسافة بين اول اربع ويفز متساوية وماشية بصورة منتظمة بس فجأة بعد الاربع جات ويف قبل ما عدا تعملي بقى تحط عينك عليها لقيت الكوار اس كومبليكس دايقة يبقى دي على طول ايه؟ بريماتيور اتريال كونتركشن خلصانة اشتعليك اهي سهل ايه والله اكيد الاجابة صحة بتاعتك انا واسف منك تاني حاجة بقى بريماتيور فينتريكولر كونتركشن وبناختصرها في البي في سي اس ازاي اعرفها؟ هتلاقي المسافات بين الويفز وبعضها ماشية طبيعي ومتساوية لكن جات ويف قبل ما عدا بوازت الرزم بتاعك تعمل ايه؟ تحط عينك علي الويف دي لو لقيت الكوار اس كومبليكس بتاعتك واسعة يبقى دي على طول بريماتيور فينتريكولر كونتركشن الصورة دي لو ركزنا فيها هنلاقي نفس الكلام المسافات برضو متساوية بين اول تلاتة ويفز لكن بعد الويف الثالثة جات ويف قبل ما عدا فتعمل ايه؟ تحط عينك عليها حطت عينك عليها لقيتها ايه؟ كوار اس كومبليكس واسعة يبقى دي على طول ايه؟ بريماتيور فينتريكولر كونتركشن ودي برضو شكلها مميز اكيد واخد بالك يعني تعال بقى نعمل مقارنة سريعة بين الاثنين بريماتيور اتريال كونتركشن ودي بنقتصرها في البي اي سي البريماتيور فينتريكولر كونتركشن واللي بنقتصرها في البي في سي اس هتلاقي المسافات بين الويفز وبعضها ماشية طبيعي ومتساوية لكن جدت ويف قبل ما عدا بوازة الرزم بتاعك ازاي عرفهم وفرق بينهم اينك على الويفز اللي حصلت قبل ما عدا اللي بوازة الرزم بتاعك هتشوف ايه بقى؟ هتشوف الكيوار اس كونتركشن لو لقيت الكيوار اس كونتركشن ديقة ايبادية بريماتيور اتريال كونتركشن طب لو لقيت الكيوار اس كونتركشن واسعة ايبادية ديه بريماتيور فينتريكولر كونتركشن من الاخر الفرق في كلمة واحدة ديقة او واسعة خلصانا يا مان تعالى نراجع سوا على الحلقة كلها عشان مش هسيبك تطلع من الحلقة غير وانت فاهمها وحافظها الصم اول حاجة تبص عليها في الاس جي هي الرزم المقصود بيه هل ضربات القلب ماشية بصورة ريجولر منتظمة ولا بصورة الريجولر غير منتظمة عن طريق ان بقيس المسافات بين الويفز وبعضها لو لقيت المسافة متساوية ايبادة ريجولر ريزم يعني ضربات القلب ماشية بصورة منتظمة لو لقيت المسافة مش متساوية يبقى ده الريجولر ريزم يعني ضربات القلب ماشية بصورة غير منتظمة وده بقى بيكون في حالة من اتنين اول حاجة اتريال في بريليشن بعرفها عن طريق ان بلاقي المسافات بين الويفز وبعضها كلها غير متساوية وكمان مش هنلاقي البي ويف ولكن هنلاقي بدلها في بريلياتوري ويفز ايوها دي اللي احنا بنسميها الرعشة تاني حاجة بريماتيور كونتراكشن هتلاقي المسافات بين الويفز وبعضها ماشية طبيعية متساوية لكن جات ويف قبل ما عادة بوزت الرزم بتاعك عينك على الويف دي لو لقيت الكيوار اس كومبليكس ديئة يبقى دي على طول بريماتيور أتريال كونتراكشن لو لقيت الكيوار اس كومبليكس واسعة يبقى دي على طول بريماتيور بنتريكولر كونتراكشن واخيرا خلصنا الجزء الأول ياه حقيقة والله العظيم تعبت أول في الجزء ده يا رجل من فرح الفان ما باين على وجه أتمنى أن أعجبكم والله ببقى مبسوط أولا ما تكتبوا لي في التعليقات أن الحلقة عجبتكم وكمان ببقى مبسوط أكتر لما تطلوب مني أشرح حاجات ناس كتير قبلي شرحتها بس انتوا حابين تسمعوا من الشرح ودي حاجة ببقى مبسوط منها أولا وده اندل فيدل طريقت في الشرح بتوصلك المعلومة كويس وده اللي أنا عايزه الناس اللي قالت أني مش هنزل شرح الاس جي حب أقول لهم جملة واحدة بس وسلاما على منظرنا فينا السوق وإحنا في السوق بنجيب برقوق ايه ده؟ ايه ده؟ وحاسو اللي ايه؟ مين ده؟ أنا معرفوش استنوا ان شاء الله الجزء الثاني هنكمل للي بدأناه ونشرح الهارت ريت دعواتكم بقى ربنا يكملنا على خير والجزء الثاني ينزل بسرعة وأخيرا كالعادة بقى ما تنساش بقى تعمل لايك وشير لي الحلقة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد بينزل على القناة عشان الناس اللي بتقول مش بيجيلي يشهر بالحالات الجديدة علشان ما فعلتوش الجرس والعجية بموضوع جديد في نفس المعاد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة